شفتوا الطفل الجميل اللي كان على اليمين ده كلهم الحقيقة جمال لكن احنا معنا دلوقتي فنان جميل جدا من كم يوم احنا كان معانا مهند اماد احد ابطال قادرون باختلاف وكان بيتكلم معانا عن موهبة حقيقية لصديقه شرف احمد شرف اللي موجود معانا النهاردة هو طبعا اللي غنى فيه احتفالية قادرون باختلاف امام سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة ان شرف نموذج ملهم في الغنى والصوت الجميل كنا لسه بنسمعه دلوقتي في البروفا ما شاء الله عليه يعني عشان كده حصل بالفعل على المركز الاول في جايزة المبدع الصغير فئة الغناء هو معانا دلوقتي ومنورنا يا فنان صباح الخير يا فنان صباح النور عليك يا فندم وعلى كل المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي ايه الجمال والعظمة دي ابناء خلي حضرتك شكرا لا صوتك جميل جدا والله بص انا عايز اعرف فس انت من الاول كده ايه اللي خلاك تغني يعني والله ماما وخالي هم اللي اكتشفوا مغيبتي زمان اه وانت عاد في البيت كده كنت بتدندن مثلا اه كنت بتدندن مع نفسي بتدندن لإيه بقى يعني كنت بتدندن الحال بس الكلمات ما كنتش هحافظها اه لحد ما خالي خدني في استوديو يعني خدني في استوديو وابتديت اغني بقى جميل وبعد كده وبعد كده اه قدمت في دار الابرة المصرية مع دكتور ميرفد فريد اللي بتدربني في مركز تميت المواهب تمام ده روحت وانت عندك كم سنة يعني وانا عندي سبع سنين وانت عندك سبع سنين روحت المركز ده اه حلو دربوك على ايه بقى يعني كان اول حاجة بنتدرب على السلم الموسيقي هم ويه كنا بنغني تمام كنت بتغني ايه كنت بغني امانة عليك وما بيسألش علي ابدا امانة عليك يا ليل طاول اه والله ده صعب قوي بتغني هلنا مش امانة عليك يا ليل طاول امانة عليك يا ليل طاول قوي وهاتي العمر من الأول بحبي جديد وقلبي سعيد بحبي جديد وقلبي سعيد يا لتناشئة عام نويل أمانة 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 يا ليلي يا ليلي يا للطاول على العشاء وقل الفجر بيبانشي يهوني العمر على المشتاء وساعة القرب ما تنشي يغني لك يا ليل يا ليل على الصهران يا ليل يا ليل ترد علي نجوم الليل تقول لي كمان من الأول أمانة 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 يا ليل يا ليلي سيدي على الجمال إيه العظمة دي إيه عمل حلوة دي مش كده بنخلي حضر لا ومختار أبنية صعبة كمان ويا ليه لطول على العشقين ومأمات وتطلع وتنزل إيه ده فنان كبير أنت طيب أقول لك إيه هو هو مهند صاحبك قوي يعني إحنا أصحاب يعني من ونا عندي ست سنين بيحبك قوي على فكرة أنت عارف نوع كان معاني هنا أنا كمان بحب مجد ما بطلش كلام عنك إحنا يعني حضرتك أصدقاء مع بعض في المدرسة أنتوا سنه واحد لا يعني هو أكبر مني آه بس أصحاب بقى وبتخرجوا مع بعض وبتتقابلوا وتقعدوا مع بعض وكده أكيد يعني طيب مشوارك بقى خلال كم سنة اللي فاتوا دول غنيت فين أنت أنك تاخد جايزة المبدأ الصغير فئة الغناء وتحصد المركز الأول دي حاجة كبيرة ما هيش صغيرة يعني والله الدكتورة مرفة فريد هي اللي قالتلي أقدم في جايزة المبدأ الصغير وقدمت إلكتروني ويعني المشوار كان صعب بالنسبة لي لحد يعني ما ربنا وفقني كان صعب كان فيه منافسات أيوة علشان كان فيه ناس كتير قدموا وكان أصواتهم أحلى من صوتي فالمشوار كان صعب علي بس الحمد لله والشكر لله يعني خط المركز الأول هي مش حلوة صوت بس يا شرف يعني حلوة صوت وقدرة على أنك تطوع الصوت ده عشان تخرج أو تخرج أغنية مظبوطة ميلاد طاها أكرم الأعيادي وبشير كل الخير والإسعادي يا أفضل الرسل الكرام جميعين أنت الشفيع لنا في يوم معادي فضيك عما المشر قايني بنوره منزز بحراء حقاً كنت تخلو عابداً رباً كريماً واسع حقاً واسعاً واسعاً واسع الأمداتي ودك جبريل الأمين مبلغاً قرآن ربك داعياً لرشابي وإلى رحاب الكدس سرت مكرمان وعرشت يا أصحابك كالدليل الهادي صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى سبح المولى الحمام شادي سبح المولى الحمام شادي الله ينور أنا عرفت أنت عندك موهب تاني يعني أنا حضرتك متنوع آه ما أنا عارف بنشيب وبغني وبقى أقرأ قرآن ما شاء الله وإيه كمان قول قول يعني طيب صحابك أول ما عارفوا أنت فزت في المسابقة دي قالولك إيه يعني فرحوا جداً بالموضوع طيب أنت كان في صعوبات بتقابلك؟ دايماً لما كان فيه مشاكل ومواقف كده الواحد كان بيقابلها هو في طريقه للهدف اللي هو عايز يحققه كان فيه مشاكل بتقابلك لكن دلوقتي خلاص بقى أنت عدت كل الكلام ده وبقيت نجم كبير دلوقتي ألبي أنا أخلي حدرتك وغنيت كمان قدام سيئات الرئيس وسيئات الرئيس كان مبسوط جداً بهك قل لك إيه لما أتكلم معك؟ يعني سيادة الرئيس قال لي أنت نفسك تطلب إيه أنا يعني ما طلبتش حاجة من سيادة الرئيس لإني أنا بحب سيادتي الرئيس جداً واللي أنا كان نفسي فيه إن هو يسمع صوتي ويشوفني وأتصور معاه هو ده اللي أنا كان نفسي فيه طيب إحنا عايزين نسمع حاجة كمان سمعنا إيه حابب قبل ما سمعكم حاجة أباك لسيادة الرئيس على الجائزة اللي أخدها وأقول له ألف مبروك على أحسن رئيس جمهورية يهتم بزاول همم وأحب أهديله عظيمة يا مصر يا الله بينا تفضل عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك من أور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم أرض الكنيس أرض الجوام عرض المدايم عرض المزارع عرض الكنيسة عرض الكنيسة عرض القوام عرض المدايم عرض المزارع عرض المدايم عرض المصانع عظيمة يا مصر يا أمي الهرم عظيمة يا مصري يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم رسول المحبة بشير السلام جماعة الحبايب في موكب سلام رسول المحبة بشير السلام جماعة الحبايب في موكب سلام يا مصر الحبيبة كبدر التمام جنودك بواس الفضل للعالم عظيمة يا مصر يا أرض النعم إلهي يصونك يا أرض العبور ويملع ربوعك مع حبة ونور إلهي يصونك يا أرض العبور ويملع ربوعك مع حبة ونور ونزرع في دل إجزاء خماين زور ومغنى ساعدة ومغنى وغنى عظيمة يا مصر يا أرض النعم مصر عظيمة بالمبدعين لزيك والله يا شرف بنخلي حضرتك نورتنا وإن شاء الله بإذن الله كن فنان كبير كده بس لما تكبر تبقى فنان كبير ونكلمك في صباح الخير يا مصر عشان تجلنا ما تقولش بقى مش فاضي لا يا فندم ونقدر حبيبي ربنا خليك شرفتنا ونورتنا شرف أحمد أحد مواهب قادرون باختلاف بنشكرك شكرا جزيلا